مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة مع محمد البوداني وأخيرا وبعد حوالي عام كامل من التحقيقات والأبحاث والتحريات عصابة القاضي التي تورط فيها نائب وكيل الملك بمدينة خنفرة وحوالي 13 داراكي وتاجر مخديرات من بينهم بارون جزائري كي يتعلمي لف الآن على غرفة جرائم الأموال بالعاصمة الرباط وبالتالي كتنطلق أولى جلسات محاكمة المتورطين فهذا الفعل الإجرامي الخطير ومن المعلوم بأن هذه الشبكة الإجرامية الكبيرة جدا والتي من ضمن أعضائها كيف قلت لكم قاضي في النيابة العامة يعني قاضي سابق وبارون مخديرات جزائري ولا بريقاد على كله ديال الجدارمية ما كانت ليعطيح لو لا تقرير الأمنية الدقيقة والتي توصلت بها على مصالح المختصة منها ضيرتها الاستخباراتية حول هذا النشاط الإجرامي والتي تسبب أدى إلى تفكيك الشبكة في شهر ماي من السنة الماضية بكل من النظر لقصر الصغير ومدينة الدار البيضاء ومنذ لحظة القبض عليه تم التعاطي مع القضية بسرية تامة بحكم أن الأمر يتعلق بموظف سامن برشبة قاضي وكان الناس المكلفين بالتحقيق يتسنوا نتائج الأبحاث والتحريات الدقيقة لتأكدوا فعلا من أن نائب وكي المالك متورط في هذه القضية ولكن السيد جمعت عليه مجموعة من الأدلة والحجج والقرائن والبراهية القوية والتي خلت قضية التحقيق بالسئنافية الريباط عفوا كتصدر أمر بإيداع نائب وكي المالك بخنيفرة سجن العرجة جوج من بعد الاستماع عليه على خلفية علاقته بهذه شبكة تهريب المخدرات الخطيرة ولكن المثير أكثر وليزاد ورط هذا القاضي هو أنه بمجرد ما اسمع خبر الاعتقالات وبأنه مطلوب حتى علق ولاد بالفرار وحاول يتخبأ على رجال الأمن وهذا الشيء الذي يزاد الشكوك حول علاقته بهذه العصابة الإجرامية وخلال جميع يشك فيه وهذا الشيء الذي يعجل القرار يلقى القبض عليه وإحالته على التحقيقات والمثير أيضا في هذا الملف أن الأمر يتعلق بقاضي شاب في الثلاثينات من العمر في نظاري كان عديم التجربة والخبراء كان يشغل منصب نائب لوكيل الملك بابتدائية خنيفرة قبل ما يستفد من الحركة الانتقالية اللي كان العام الماضي يطلقها المجلس على القضاء للالتحاق بمحكمة تطوان وهنا نكاشف الأمر ديال وكانت نهايته المهنية المثيرة خصوصا بعد ما ورد اسمه مرارا اسمه مرارا في التحقيقات في قضايا سابقة من بعد الحملة التمشيطية اللي قامت بها الفق الوطنية الشرطة القضائية التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي بالناظر لتوقيف أعضاء شبكة لتهريب المخدرات الصلبة على الحدود وأيضا على الصعيد الدولي والتي أسفلت عن إسقاط أكثر من 13 دراكي من رتب مختلفة تورطوا في تسهيل تمرير السموم البيضاء يعني الكوكايين وتعاونوا مع العصابات الخطيرة وترخلهم يحقوا أرباح باهرة وقد انتهت التحقيقات بالإطاحة بريقاد بأكملها كتكون من أجودان رئيس المركز و12 من المساعدين ديال من بينهم جوج ديال دراكيين من مواريد عام 2000 واللي يلقوا في الحسابات البنكية ديالهم أكثر من مليار سنتيم وقد صدر قرار توقيف نائب المسؤول القضائي المذكور بناء على تعليمات من الوكيل العامل الملك بمحكمة الاستئناف بالريباط واللي تقدم بملتمس إلى الرئيس الأول قصد تعيين قاضي للتحقيق للبحث مع نائب وكيل ملك لمعرفة ما جرى ومن الأخبار الطريفة حول هذه القضية أن موظفي السجن تفاجأ بقتياد نائب وكيل ملك في سرية تامة إلى المؤسسة المذكورة رفقة مجموعة من الضركيين وذلك من بعد تسريب فيديو كي أكد إخراج كمية كبيرة من المخدرات انطلاقا من ميناء القصر الصغير نحو السواحل الإسبانية وهذه الأسبوع اللي احنا فيه تم اقتياد كل المتهمين من المؤسسات السجنية التي تواجدوا بها إلى غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط حيث متانوا جميعا أمام رئيس الهيئة القضائية قبل أن يقرر القاضي الرئيس تأجيل جلسة المحاكمة إلى بداية شهر يونيو القادم بناء على طلبين من الدفاع من أجل إعداد الدفعات والمرافعات وتكين بأنه مكان غير تواخر في هذه القضية والمحاكمة الفعلية يعني ديالنا المتورطين ما سيتبدأ حتى الصيف المقبل نائب وكي الملك بمدينة خنيفرة واللي حاول الفرار مباشرة من بعد استصدار أمر ذي الاعتقال دياله وتم توقيفه بالرباط بعد سآت قليلة من هروبي تفجرت فضيحة تورطه ضمن شبكة المخدرات بناء على تحريات أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك حول حجز أطنان من المخدرات بمدينة القصر الصغير والتي أسفلت عن توقيف جميع الضركيين الذين ينتمون إلى مركز ضرك بالميناء العسكري بنفس الموقع قبل أن تكشف نفس الأبحاث عن امتدادات لهذه القضية بمدينة الناظر حيث تم اعتقال بارون مخدرات كبير يتحدر من منطقة خنيفرة ويقتن بالناظر رفقة خمسة ضركيين بينهم مسؤول تم القبض عليه من داخل مدرسة للتكوين بابن جرير لينهي رجال حرام مسلسل الاعتقالات في هذا الملف الخطير بإيقاف بارون جزائري رفقة عاشقته بإحدى الشقق بمدينة القنيطر والذي تبين بأنه يتزعم شبكة الناظر التي ورطت نائب وكي الملك بخنيفرة والذي كان يستعد للانتقال إلى تطوان للعمل بها وفق مخرجات الحركة الانتقالية للقضاء أما البارون الجزائري المزداد سنة 83 فقد دخلت تراب الوطن منذ حوالي 6 سنوات واستقر بمدينة دار البيضاء قبل أن تطيح به عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك وهو بين أحضان عاشقته بإحدى الشقاق الشاطئية بمدينة القنيطر كما سلفت الإشارة حيث تمت إحالته على الوكيل العامل الملك بمحكمة جرائم الأموال بالعاصمة الرباط قبل أن يتقرر إذاعه سجل العرجات وإخضاعه للتحقيقات التفصيلية من أجل تحديد علاقته بمسؤول الدرك بالناظر وكذلك أيضا بناء الوكيل الملك الموقف بخنيفرة إضافة إلى ارتباطاته بملف القصر الصغير كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا الساخنة أرجو إخواني وكما جرت العادة أن تدعموا هذا المحتور بالتفاعل لازم مع الفيديو عن طريق اللايك البارتاج والتعليق حتى هو وهتي كله غير باش تعمل فائدة والحاضر يعلم الغيب دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى موضوع آخر بإذن المولى عز وجل ترجمة نانسي قنقر